تطور كبير ومحطة مفصلية في تاريخ الاقتصاد الوطني فبعد سنوات طويلة بورصة الكويت بين مصاف الأسواق الناشئة هي خطوة نحو اقتصاد وطني متين وكبير وجديد أيضا بإطروحاته نحتاج تضافر الكل تضافر أخوانا أعضاء مجلس أمه بسن تشريعات جديدة عندنا تقريبا تكلم ثمانية إلى ست تشريعات وقوانا جديدة نعتقد بإقرارها سوف يكون للاقتصاد وجه آخر جهود حثيثة وراء الترقية عملت على تهيئة سوق الكويت ليكون على خريطة الاستثمار العالمية مع توقعات لسيولة متدفقة سوق الكويت الأوراق المالية وهو الأقدم في المنطقة تاريخيا وهو الأعمق بالتجربة والأثرة يستحق مثل هذه الترقية وبالتالي هذا ليس سقف الطموح وإنما هناك خطوات ستتتوالى إن شاء الله للمحافظة على ما تم إنجازه اليوم من ترقية وأيضا العمل على تطوير هذا التصنيف من ترقية تنعكس إيجابا على سمعة بورصة الكويت وتزيد من ثقة المستثمر بالسوق المحلية مع تطلع لتطوير في منظومة أسواق المال وفق أفضل المعايير الدولية نحو مزيد من الإنجاز والارتقاء زهراء الكاظمي لتلفزيون المجلس